شادي نحن داخلين على موسم شتاء عايزين نعرف كل شتاء بيقولك الألوان تغيرت الصبغات تغيرتها الحقيقي إن اللون الواحد هو أكتر موضة؟ بالشتاء أكيد أحسن أحسن الألوان اللي هي صالت كلر اللي هي لون واحد يعني بالشتوية بالصيفية طبعا معروفة على مع التان ومع التبقى الألوان الفاتحة أحلى على التان أما بالشتاء الأفضل إنه تبقى الألوان لون واحد براون ميديم براون ماكسيموم يعني بس في ناس بتحب تفضل على طول شعرها فاتح وعادي يعني حسب اللي واحد بيليق عليه إيه طيب ما في إنه واحد تشعري أنا إنه دي الموضة أنت بيليق عليك إيه على وجيك فاهمة؟ يعني أنا بالنسبة لي إذا واحدة فتحة لأ دي بقى شعرها غامق أحلى ما تبقىش هي فتحة وشعرها فاتح بيبقى بهتا أيها بهتا ولعك إذا واحدة هي صمرة مثلا تفتح شوية شعرها بشكله أحلى طيب ولما تجي لك مثلا بنوتة وهي مثلا بيضة جدا وعايزة تعمل بلوند كتير قوي ما بنصحها ما تعمل لك أكيد ولو بس إذا هي مصرة خلص ما بلا هي عايزها ولكن هنصحها صح بنصحها طبعا في حاجة تغيرت برضو في الموضة بقينا بنشوف أنه اللايت أو اللايت أو الهايلايت بقى بيتعامل على لون الشعر يعني ببقناش النسبة فاكر زمان كنا نسبة الشعر كله نغير اللون من الروتس صح ليه يبقوا كل البنات بقى من تحت بيعملوا أفتر بيعملوا أفتر أه بالضبط أحسن ما ما بقى حلو ما بقت الموضة حلو أنه الهايلايت بقى طالعة من الروتس مش حلو ليه أحلى تكون الروتس غامقة ويبقى لون نزل من تحت تفاكر زمان من زمان كانوا زمان زمان صباح و كان أول ما يطلع الروتس على طول على طول لوندون موضة تتغير بس بس كده تناسق. بالضبط. بالضبط. يكون احسن غامق. ايوة. يبقى احسن غامق يعني. طيب خلينا. فانت لو شعري كايك حلو ما تعملش حاجة. انا افضل كده على الغامق. معناها بحب جدا. انا في الصيف عشان فبلوند على طول. بعدين البلوند معروف بيبهدل الشعر. ازا واحدة حابة تحافظ على شعر اكيد ما ما تفوت بالهايلايت كتير. اه. طيب السؤال بقى بس عشان متكلمنا عن العناية في الشعر. فيه بنات كتير بتعمل تريتمنت لشعرها وبعد كده تيجي عايزة تعمل لون. فتتصدم انو لأ انتي مش هينفع بتعملك لون عشان انتي عاملة تريتمنت شادي. قد اي لازم يبقى فيه وقت? هلا لو لون واحد ممكن يتعمل بنفس اليوم. اه. ما فيش مشكلة. بس لو هايلايت اكيد ما ينفعش. عشان لتريتمنت لما يفوت على الشعر لما تيجي تحطي عليه انتي اه اكسجين. اه اكسجين عالي يعني للهايلايت. اه. الشعر بي بيسخن بسرعة. فممكن شعر يتحرق. اه. فما يفعش لازم تقعد فترة يعني اصبوعين شهر. مليموم. طيب ولو العكس لو عاملة هايلايت وعايزة عمل تريتمنت. اه. هيب. بالضبط. ما هو لتريتمنت. التكنيك طبعه لازم بالبيبليس. فلما تيجي تحطي لتريتمنت. بتعمل بيبليس لون بيضرب. بيفتح. هنطر نعمل رنساج. هنطر نعمل صبغة تانية. اه. صح. طيب. هنعرض شوية من الصور اللي اه شادي اعمل لهم. ممكن اه. اصدزل الصور جاهزة. طيب هنحط اه اه. درجات الالوان دي اه. طيب اه دي الوان هنعرضها نشوف رأيك. اللون ده. وهل ده مو ده ويليق على مين? هلأ بص الاحمر. اه. ما بنصح فيه كتير انا. بس في. هو احمر ولا بتنجان? هو احمر على بتنجان. ايه. في كزا كزا داي يعني. حلو عال بنت السمرة ولا البيضة? بليق عال اثنين. بس هو اوفر شوية. هو اللون اوفر. بس ده بنعمله بحالة لما زواحدة صبغة اسود. ايه. ما فيها تطلع من اللون على على بلوند وعلى بالنفاتيح. ما فيها. يعني ماكسموم من الاسود تطلع عليها على دارك براون. يا على احمر.